موسيقى صحيح أنه شعور يعني أولا بنتابه فخر كبير أنه تجرى عملية زي هالعملية في وطن في وطن محتل لزال باعتزاز وثقة كبيرة يتحدث محمد الجالولي عن عملية زرع الكلة التي أجريت له وتكللت بالنجاح أجرى محمد العملية بعدما كانت حياته معتمدة على عملية غسيل الكلة كنت أبعاً ألا كثير كنت أغسيل الكلة يوم بعد يوم زوجة محمد التي تبرعت له بإحدى كليتيها بدت بصحة جيدة وحدثتنا عن فرحتها أن تهب زوجها حياة جديدة ليعيش بجزء من جسدها أني يعني من كل إرادة قوية والحمد لله أنه يعني هو بحاجة كان إلي حبيت أعطيه أني أساس أني أشفيه ويقوم يعني بصحة وغاية فيه هنا في مجمع فلسطين الطبي يشعر الأطباء بزهو كبير بنجاحهم في إجراء خمس عمليات لزرع الكلة بمشاركة طاقم طبي متخصص من الأردن أمر أعفى المرضى من مشقة السفر ووفر على وزارة الصحة تكاليف باهظة لنقوم بجهد مشترك من أجل توطين الخدمات الطبية في فلسطين وتطوير جودة هذه الخدمات والوصول إلى أرقى مستوى ممكن من خدمات الرعاية الصحية المتخصصة إذن فإن عمليات زرع الكلة التي تمت وغمرت بالفرحة المرضى وأهاليهم بعثت الأمل من جديد بهؤلاء الذين لا زالوا يعتمدون على عمليات الغسل فما زال الكثير من المرضى بحاجة لعمليات غسيل للكلة ما يقارب الأربعين مريضاً يحضرون هنا إلى قسم الكلة في مجمع فلسطين الطبي لمتابعة عمليات الغسيل بالاعتماد على أربع عشر تماكينة غسيل للكلة لكن العمل متواصل لإجراء عمليات زرع جديدة بالإرادة أننا نستطيع نعمل ما إحنا بحاجة له وما إحنا نتمناه كنا دائماً هلأ صار على أرض الواقع وهذا إنجاز طبي إنساني جدير بالذكر أنه بحسب وزارة الصحة يوجد ما يقارب ستمائة مريض في أنحاء الضفة الغربية يعانون من الفشل الكلوي وهم في ازدياد بمعدل عشر إلى خمسة عشر بالمئة سنوياً أيسر البرغوثي تلفزيون القدس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر